كابتن حسن عايز اكمل مع محمد صلاح. اهو صلاح راجل جاي بسوبر هاتريك وكان دايما يتقال عليك جملة وهدف تاريخي لمصر تاني هدفين التاريخي لمصر بعد احسام حسن. هدف تاريخي لمصر في تصوير كلاس العالم. وانا يقول لك اصلاح محمد صلاح ما بيديش لمنتخب مصر زي ما بيدي ليفر بول. يدي لمنتخب مصر ازاي? من وجهة مصرك. اهو ازاي يدي منتخب مصر? ازا كانت هو في ليفر بول مع النجوم اللي موجودة دقيقة. او كان ما ب بيعمل كل حاجة. بس انت انت بتتفرج عليه في مكانه فانت بتتمنى اللي هو مثلا بيعمله يجي يعمل الشكل اللي هو بيعمله برا. بس انت يعني يا كريم انا اقول لحضرك على حاجة ايه? في الماتشاط مثلا في النهاية افريكية. في النهاية لما ماتشاط كاس العالم. لو تاخد بالك ان السنغير كانوا مركزين عليه ازاي? ثلاثة اربعة تنفاركة اللي بيلعبوا عليه ازاي? بيلعبوا عليه ازاي بقوة? عارفين ان منتخب مصر هو محمد صلاح يعني المنتخب هو محمد صلاح. فكان دايما فيه لعب عنف عليه. فيه تركيز من المنتخبات التانية عليه. ففا ففا ففا. فشان انه محمد صلاح مع منتخب مصر المنافسين هيدركزوا اكتر مع محمد صلاح. عكس 일반 عاليفة البروب بيلركزوا مع كل اللعيبة اللي في لرب لير. كل اللعيبة انت. ومحمد صلاح طبعا. بس ترجع اللي بصريحة. متوزع. ولو تيجي برضو في فيه ماتشاط في في الدورة الانجليزي بيبقوا مركزين مع وا او اتنين بيبقى مركزين بس برضو زي ما محمد قال بيبقى فيه نجوم نجوم كتيرة انت تركز مع دا ولا دا ولا دا ولا دا فهي دي النقطة انت الناس او المنتخبات بتبقى مركزة مع محمد صلاح مركزة ان هو هيعمل ايه بس هو انا انا شايف ان الفترة دي هو بقى له فترة مع المنتخب لا بيقدم اداء كويس حتى العطاء بتاعه بقى الحظ كمان بدأ يديله بدأ يرتاح نفسيا كويس قوي بقى خبرته علية قوي قوي مع المنتخب كمان بقى عارف هو عايز يعمل ايه المطش ده مثلا لا النهاردة انا ممكن اقوم بالبليه ان انا اعمل الهجمات وفي اوقات اللي انا اللي لازم افنش يعني انا شايف المطش اللي فات دوت محمد صلاح بقى يتواجد في الاماكن الكويس عشان ايه يعرف يسجل جوال بقى لا انا شايف انه هو صراحة في احسن احواله اه بالظفر